مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم أكل عدني بامتياز وكان الراعي للرسمي هذه الصنونة اسمه صنونة الهواء بالبطاطا ليش اسمه صنونة الهواء؟ لإنه أسهل صنونة وألد صنونة كمان وبسيطة كمان وأكيد المطفاية عملت لكم مطفاية بالحمر والسمك المقلي التمادي يلا شوفوا كيف البطاطا تنهرس كده مع صرطة الكوشمبر والسمك المقلي الله مطفاية كده حار نار هادي الأكل اليوم متفوت النوش خلونا نبدأ بالمقادير والراعي رسمي نعمل صنونة الهواء عندي كمية من الزيت بضيف لي بصل مفروم ناعم أول ما يدبل البصل ويصفر بنزل على البطاطا البطاطا قطعني نفس كده قوانح تكون سميكة قلبوا البطاطا تمام مع البصل خلوها تتشوح وبضيف ملعقة صغيرة مليانة بسباس عدني تمام وأكيد صلصة الطماطم كده ملعقة كبيرة صلصة طماطم وكمان شوحوها تمام تمام بعدين بضيف فصين من الثوم وأشوحها كمان كل الأمر كله تشويح لكن هي سهلة جدا بضيف فلفل حار تقدروا تقطعوا اختياري وكاري النيل تقريبا رشة من كاري النيل أو أي نوع كاري معاكم ورشة من الفلفل الأسود قلبوا تمام بضيف كزبرة خضراء كده شوية عشان تعطيني طعم حلو وأكيد بضيف طماطم مفرومة ناعم وخلوه كده تمام تقلبوها كده تتسبك تمام تشوحوها تمام ضوفوا الملح وكمان منضيف الماء الماء يعني نخليه بس عشان تستوي البطاطا هذه الصنونة الهواء تكون ثقيلة جامدة نحنا نسميها وأكيد دي الحركة أظن أغلب أصحاب عدن يسووني ندخل من العقاء عشان نعم نستوي البطاطا بسرعة وتكون طرية قلوا لي أنتم تسووا ولا بس نحنا في البيت وهنا بقلي السماك هنا تبقلت السماك ببسباس عدني اللي هو الفلفل العدني وفلفل الأسود وجر الشكاري وملح وقلعته بس هنا ما شاء الله خلاص جهزت صنونة الهواء شوفوا كيف جامدة والبطاطا ما شاء الله تنهري هري بس أنا خفت أنها تتكسر علي فكده بهداوة كنت قلبة شوفوا هي رغم أنها بسيطة بس لذيذة من قلبة لذيذة والله قربوها جدا لذيذة خلاص طفيت عليها ونرقع للسمك أقلبون للناحية الثانية ما شاء الله شوفوا كيف لأني ليش أول حاجة قليت السمك لأني بستخدم زيت السمك بنعمل في بط مطفاية ومنعمل في بط رز كمان ما شاء الله الآن حمر معايا السمك من كل التقهات نحنا نحبه كده محمره وانتم درجات التحمير زي ما تحبونه لحد اكتب لي محروق السمك هكده نحنا نحب السمك شاحط نقله تمام خلاص حطوه أما فوق الرز أو على صحن في قصدير شوفوا ما شاء الله لونه الآن نقصت من الزيت اللي قليت في السمك وحطت له بصل مفروم أخلوه يدبل وهدي بهارات أخده من عدن من عند الكشي تنفع للعشار وكمان للمطفاية وحطت كمان صلصة طماطم وشوحوه تمام تمام جا مش متوفرة معاكم دي البهارات حطوه شوية حلبة حبوب وأكيد فلفل أخضر كل ما زيوته فلفل أخضر كل ما كانت مطفاية حيوة وعندي فص من الثوم وكمان شوحوه تمام كل الأمر تشويح هنا عندي طماطم مفرومة ناعم وعندي كانت هذه الزبدية أو المطيبة في بل بسباس التتبيلة حق السمك فكان فيها بسباس حطت بس انتم حطوه من العقة بسباس عدني تمام حق كده من العقة مليانة صغيرة وهنا أضفت منقوع تمر هندي أو حمر كده نقعته وضفت له حق نص زبدية أو نص مطيبة وأكيد ملحته بالملح وضفت شوية ماء الآن يعني إضافة الماء إذا انتم تحبوا المطفاية خفيفة زودوا ماء بس نحنا نحبها ثقيلة فماء شوية بس خلوها بس تواني بس تتسبك طفوا عليها النار وبعد كده ضفوا لك زبرة خضرة وتكونوا المطفاية جاهزة بعضهم يرقعوا للسمك اللي قالوا لنا بس نحنا نحب السادة من رقع ليش السمك وأنتم زي ما تحبوا وهنا صنونة الهوى جاهزة والمطفاية جاهزة وقالي الاتصال لما عرف زوجي إني عملت أكل عدني قال لي لتنسي صلطة الكوشمبر قالت له من عيوني وعملنا صلطة الكوشمبر عندي شرائح من البصل وكمان شرائح من الطماطم هذه صلطة الكوشمبر سهلة ضفولة ملح رشة من الملح وكمان ملعقة كبيرة من الخل هي هذه مكوناته وفلفل بعضهم حطوا فلفل عروق أخضر وكزبرة خضراني ما حطتش فلفل أخضر وأكيد بسباس عدني كده لإني كمية بسيطة فعملت نص ملعقة صغيرة واضفت كمان الطماطم الشرائح كده قلبوها تمام وكل ما عملتوها من بدري ويعني طلعت ماء البصل وطلع ماء الطماطم كل ما طلعت أحلى صلطة الكوشمبر وهذه الصلطة لذيدة مع الأسماك إذا بتعملوا أسماك أو كمان إذا بتعملوا كبسة بخارية أو كبسة دقاج جدا لذيدة ما فضلش مع اللحم لا أفضله مع الدقاج والآن تعالوا نعمل الرز هنا عندي من زيت قلي السمك وعندي بهارات صحيحة وفستهم بقشوره قلبوه بس شوية وهنا عندي رز مغسول ومنقوع بماء مغلي وخل لمدة 20 دقيقة بعد كده ضفته والآن بضيف الملح أدلوا الملح وضفوا ماء مغلي تقريبا استخدمت كوب رز ضفت كوب وربع ماء مغلي تمام وخليه على نار عالية لازم على نار عالية ينشف الرز شوفوا كيف النار عالية عشان تتفتح حبات الرز وتطول أول ما نشف الرز بقلبوه قلبتين خلاص بس قلبتين انتبهو يتكسر وبدأ أضيف ورق زبدا مبلل بالماء ممكن ما تضوفوش تضوفو قصدير بس عشان أكمره تمام تمام وضيف كمان هنا عندي قصدير ضفته كمان وأحط تحته حديدة وأحسب له 15 دقيقة على شمعة نار هادئة ليش أحط حديدة عشان يعني تتقلي من تحت القدر ما يمسكش معايا الرز فهمتو كيف يعني أنا متعودة أحط الحديدة إذا ما عندكم مش حديدة حطوه غطى غطى معدن حق الحليب وهنا ما شاء الله بعد 15 دقيقة خليته شوية بعدين فتحت على الرز قدوا مستوي ما شاء الله شايفين حبة بحبة لا تخافوص صورتلكم المصداقية وهنا تعالوا نرويكم مصداقية إنه الرز حبة بحبة وهذا الرز لذيذ جدا كده يعني غير أنواع الرز الثانية اللي أعمله خصوصي مع أسماك يعني مع المطفاية مع صنونة الهواء يا السلام شوفوا حبة الرز طويلة أطول مني أمزح بس شوفوا كيف حبة الرز طويلة ما شاء الله وهنا تعالوا نقدم الأكل أو نقرب الأكل هذي المطفاية بالحمر وهذي ما شاء الله صنونة الهواء شوفوا كيف تقيلة شوفوا نحنا نقول لها ثخينة بعضهم يخلونا خفيفة وهنا الملعقة هذي خرجناها نسينا من طلعي وهنا شوفوا كيف ما شاء الله وطبعا لا تنسوش تحطوا رز كده بالدست تمام وتاكلوا بعد كده نحنا نمسح الدست كله بالرز وناكل أو نجيب اللبار روتي ونمسح كمان ناكله كامل قلوا لي إيش هي اللبار روتي اكتبوا لي ها أشتعرف إيش هي اللبار روتي والآن شوفوا ما شاء الله صنونة الهواء بالبطاطر السمك المقلي والرز والمطفاية وما شاء الله شوفوا كيف السمك الله هذا الأكل مش بالبطن هذا الأكل في القلب انتوا معارفين في القلب الأكل هذا لو آكله كل يوم ما أشبعش منه طبعا هي ناقصة كانت حاجة ناقصة البرتة البرتة هو البابا غنوج نسموه نحنا نسميها برتة في عدن وكمان لو كان الرز بعدس رز معدوس الله كملت يعني حاجة جدا روعة طبعا نحنا في عدن نقدم الأكل بالدسوت أو بالقدور والبعد صميها حلل بعدين نبدأ نغرف بالهواري والصحون له طعم تاني وخصونا ما تكون مقلات مطفاية كده قنبك يعني شي روعة تمام طبعا إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوه في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس حلو منكم وأبدا لا تنسوش تشاركو القناة مع أصحاب الحافة وأصحاب الضغط اليوم لشان تكبر قناتنا يا رب شكرا حutz شكرا شكرا لكم شكرا شكرا